إلى برنامج سكني حيث واصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان واصل تسليمه للفلل الجاهزة في عدد مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة استمرت تسليم خلال شهر أكتوبر الماضي في 26 مشروعاً توزعت بين خمس مناطق حول المملكة تمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي كما أوضح برنامج سكني في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلّة سكنية في ثمانية مشاريع من منطقة الرياض إضافة إلى أربعة مشاريع بالمنطقة الشرقية وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان لوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة حيث أعلنت الوزارة عن أربعين مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع فلّة تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفلّة الواحدة عبدالعز نحن نتكلم الشهر الماضي 12 مشروع الرياض والشرقية على وعلى المشاريع 40 مشروع تقريباً الفترة الماضية وتقريب 14 ألف وحدة سكنية أنا أشوف أنها كمية يعني في طريقها إلى أنها فعلاً خنا نقول طابور الانتظار اللي جالس ينتظر فعلاً إن شاء الله ما رح يبقى مننا أحد من شاء الله تبارك الله ندمح أن نأخذ التحديثات من الوزارة تطرح أرقام مستمرة وأرقام أيضاً إحسائيات لمن تملك السكن واستفاد من هذه المبادرات اللي يقدمها صندوق التنمية العقارية وبرنامج السكني